نقاط مهمة جداً في الانترونيشن وهي الانترونيشن حسنا عملنا كاميريشن وعملنا كرونر انجيوغرافيه وصورنا ورقنا أنه نقاط محتاجة لعمل الانترونيشن نقاط محتاجة لعمل الانترونيشن ما هي الفنكشن تابل الدلويل الانترونيشن؟ اول حاجة يجب ان يتم نسخ 내가 يجب ان يتم وциح تقل مستخدم لابد خلف الانترونيشن ويجب ان تتقل مستخدمiga يجب ان يزاليشن وفي حاجة لا يعمل نسخ من حاجة لسهات العمل يجب لي ساپورت كويس بقى عشان هاعد لي وبعدين انا محتاج بقى عالبي بالون عشان واسا او حط ستنت فجود بوائد ساپورت دي كاراكتريستيك بتاعت ايه جائد غير لما يجي نقول مثلا دكتور فلان ايه كاراكتريستي بتاعته و هو طول و وزن و عيني لونها و اخلاقه و عملة ازاي هو نفس الكلام دي الكاركتريستيك بتاعت اي حاجة في الدنيا لها زي الطول و الوزن مش عارف ايه فيه كراتيرة للجايد واير عشان لما نيجي نتكلم على واير تقولك انت اي رأيك في الواير ده والله الواير ده بيدي جود سبورت بس التور كنترول بتاعه مش قدي كده يبقى احنا كده لما نتكلم مع بعض انت لما انت حكيتك عن الواير انا فهمت انت قصدك ايه ماشي فحلازم نفهمين ايه الدفميشنز بتاعه اللي احنا بنوصف بيها ايه جايد واير تور كنترول يعني ايه تور كنترول انا بحرك الواير من بره بزبط بزبط ability to apply rotational force at the proximal end of the guide wire اللي هي الحتة اللي عندي بره and have that force نفسها transmitted efficiently to achieve proper control as the distant end في الواير كويس مفهول يكون عنده جاي جود تورك كنترول احركوا الف في لفة سنة الاقي الواير تبتع بتحرك نقطة التانية المهمة جدا الفلكسبيلتي يعني الفلكسبيلتي لما الواير ده يتعرض لبراشر الفلكسبيلتي ويجب ان يتعرض لبراشر ونقطة التانية التانية التعصي 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 ان هو تتعصي بلاونات او استنتائط هتعدي عليه في حسمها تقطعي الفيدباك انا ابقى حاسس عمطار في الواير الواير ده بيحصل ايه؟ يعني انا ابقى حاسس فيه هنا انا احاسس هنا ان انا فيه انا وانا ماسك الواير فيه احساس وصلي طبعا بتحصل مع كل ما تعمل كل ما تبقى عندك انت نفسك بقى عندك الاحساس ده لكن فيه وايرات بتديك تقطعي الفيدباك كويس انت تبقى عارف وانت بتحرك الواير انا حاسس ايه ايه اللي بيحصل عند الواير فده اسمه تقطعي الفيدباك كنت انا شغال من شهرين في الدمارداج وكان فيه واير انا مش حاسس فعن الواير فيه انا بلف الواير مفيش اي تقطعي في الفيدباك انا حاسس به وانت تقطعي الفيدباك وانت تقطعي الفيدباك وفعلا الواير احتملت الواير في الال اي دي وانت تجد الواير مفيش بكل كورس في الشارع حسنا دول اهم الكراتيريا بتاعت الواير والواير كويس لازم يكون يعني انت بتاخد ايه اللي انت عايزه من الواير عشان تاخد صفه الاعلى فيه بمعنى انا عايز مثلا عندي وعندي وعندي ايه اللي انت محتاج اكتر الى اخر طب الواير ده الواير ده بيبقى فيه ديستل تب وفيه كور ماشي في الكور بتاعه الكور ده هو الحتة اللي جهو الواير اللي اكستنز ثرو الشافت بتاع الواير من الواير ماشي يعني كول ده جزء الاسود ده هو ده الكور بتاع الواير ماشي دي الستيفس بارت بتاع الواير اللي بديين الستابيلتي ويستابيلتي واكتنز من الجزء اللي برة خاطر سنا ما اسكر في الواير لغاية التاب بتاع الواير الكور بتاع الواير ممكن تكون معمولة من الاستين ستيل الامة معمولة من وفيه الوئيس كتيره تبقى مشيه كده ماهي الكراتيري بتاعت اهم هو ستينل ستيل او ستينل ستيل بيدي سبورت كويس جدا وبيدي ترانسميشن كويس او للتور والتقطاعي فيدباك لكن مشكلته الاساسية ان هو ماشي فلاكسبل يعني مجرد انت مع اي حركة او اي رزيسن شموكي وويري الثاني اي اشهر وير معمول من الثانلي ستيل هو الوير بتقال روتابليتر ومن ينعمل روتابليشن احنا بنستهن الموير ستينل ستيل فمتخانين هميشن الموير ستيل ده الاسيستم كله بروتابليشن محتاجين ستبورت الستينل ستيل وير بدين قصد لكن بقى عشان اكروسه ديجن بالوائر وما حصل ما يتنيش وبتاع يعني ما هوش ده اللعيب الرهيب الموجود في الروتا وائر انه هو كروسابيلس بتاعته ممش قدي كده بالتاني بسهولة لكن on the other hand they give very good support to advance to advance other equipments في الماتير التانية الممكن الكورده يكون معمول منها هيا 90 نول 90 نول على النقيد مور ديوربل مور فلاكسبل ما يتنيش لكن ما هوش بادي سبورت زي السين ستيل ولس ايه توركور السين ستيل ويرز التوركوري التعليف عليه طيب الكورده ممكن يكون لو داامتر كلما الكور يكون دامتر بتاعه اكتر كلما هيبقى ايه السبورت اكتر ويديني one to one تورك يعني الحركة اللي انا بعملها برا بتبقى ترانسيمتر in one to one fashion lil distal end لكن ده هيجي على حساب الفلكسبيلت بتاع تلوير كلما السبورت يزيد كلما الفلكسبيلت تتيلد كيف يأتي بحث المنزل؟ هناك منزلات المنزلات المنزلات يأتي بحث المنزلات أو خلق المنزلات لكن أريد أن أرى ماهو في المنزل فوق هذا كان ماشي بالتخانة معينة وبعدين حصل تابرين وبعدين تابرين ثم تابرين ثم تابرين ثم تابرين لغاية تابرين عكس يتابرين من الأول لغاية تابرين ثم سأتتتع مع حلقة تابرين ومن ثم تابرين كما يبقى فيه تابرين 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 نفسي على حساب فلنشرح التفاصيل لكي تكونوا فاهمين تابرين الآخر نقطة عندي الـ TIP اللي بتاعه اللي بتاعه لكن هيبقى الـ TIP في عندي نوع من الـ TIP إما الـ One Piece Core اللي هي بنسميه Core To Tip Design أو الـ Two Piece شايفين هنا الـ TIP بتاعه الـ Wire دي Connected للـ CORE صح؟ عكس هنا التيب هنا مفصولة عن الكور الكور وقف قبل التيب وبقى ده اللي بنسميه التو بيس تيب او اللي هو الشيبين جريبين ديزاين مين فيهم اللي هيدي اللي هيبقى مور فلاكسبيل اللي هو الاولاني اللي هو الكور واصل لغاية التيب ولا التاني التاني اللي هو التب بتاعته اللي هو بنسميه تو بيس ديزاين ده اكيد هيبقى مور فلاكسبيل يعني الحتة الاخيرة خالص منفصلة عن الكور تبقى الفلاكسبيل تبقى تبقى اكتر اكيد نيجي بقى عن الكوتين احنا اتكلمنا الكور اتكلمنا عن التب الكور بقى و التب ده متغطين بكوتين معين من بره الكوتين ده اللي احنا بنسميه ايه؟ اهمية الكوتين ده عشان اكيد اعيز ارديوس الفريكشن ما يحصلش فريكشن و انا بعدي الواير و احسن الديليفرابيليتي بتاع الاكوكمنس بقى انا بدخل بالونة ما بتحكيش في الواير و لا الواير بالحكي في الليجن او في الباسر و هو داخل واي الاكوكمنس انا بعديها على الواير بتحكي فعندي فيه و النهاية الهيدروفيليق الهيدروفيليقات بتديني ما بتديني مقابل عشادة للعشادة للغاية لأنها تتعاون الواسطة للغاية حسب الإنتمال وعنفع الصورة للعشادة والبساطة والأخرى الهيدrophobic coatings تحسل بفركشن و برسيسنسة أكثر لكن مور ستابل في الغاية نحن نقلسف الواية بقية بي لدينا شفاية ويوجد قيمة بيشادة لغاية بيشادة لكن ممكن اسمه according to the device support, according to the coating, according to the tip flexibility نقول مثلا الوائر ده flexible الوائر ده hydrophilic wire الوائر ده يديني support price ايبقى معنى الكلام ده انا عايز وائر التب بتاعته flexible او according to the tip flexibility في عندي وائرات بنسميها floppy wires وفي عندي intermediate wires في عندي standard wires الفلوبي وائر زي اشعرهم choice floppy و الاساهي soft و الهي تورك bmw دول بنسميهم floppy wires الديست الاند بتاعتهم floppy ماشي في حاجات intermediate زي choice intermediate و الهي تورك intermediate wire من ابت و عندنا الstandard زي choice standard و ايبقى و الاند بتاعته معنى لو دخل عايز ادخل بلونه في straight type A ليش محتاج جد سبورت عكس لو عندي وعايز مش عارف اعدي بوار فمحتاج احط محتاج مور سبورت ففي وائرات نسميها light سبورت زي choice floppy او choice PT او الاساهي light او ال whisper في حاجة بتديني moderate support زي ال whisper moderate support او ال high torque BMW او في حاجة بتديني اكترا support زي ال BHW هو ال balance heavy weight wire choice extra support والchoice PT extra support اوكي بالكوتين طيب هال الوار ده hydrophilic او hydrophobic hydrophilic ده زي عندنا طبعا choice PT الفيلدر والhydrophobic coating زي الساهي soft زي ما انتم شايفين الوار الواحد ممكن يكون flexible hydrophilic wire moderate support كل حاجة من الحاجات دي احنا محتاجين عشان حاجة معينة انا محتاج flexible wire عشان داخل في torchways legion محتاج hydrophilic wire علشان عندي calified legion او CTO فمحتاج hydrophilic wire بس في نفس الوقت محتاج support اكتر فكل الكلام ده انا باختار الواير على حسب انا عايز اعمل ايه بالزبط Politik which legion am i going to deal with هناك لديه نفسه ونعمل مثل الأجيب نعمله كيف? يمكنها قادمة بطريقة ما يريده ستتدخل الوير في النذائر وتعمل على طرفه وتعمل الخطار يمكن تعمل الوارف في ايدي و تعمل الخطار بالنذائر عضو ايدي يمكن تعليم ايدي يمكنها مشكلة بطريقة لاحقا طيب إحنا نحن بما يساعد الواير جون والكرونرز مهم جدا 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 أنه لازم التاب بتاعة التوار تبقى طولوقت تشاهده free مفيش عندي resistance الواير مفيش bottling ملاقيش الواير عمالي التانة مني جونه معنان هو واقف في حتة الاند بتاعته دايما شايفها free اما بزوءش الوائر انا بعمل rotation يعني to and from movement كده للوائر وفي نفس الوقت بادفانس الوائر لكن اما بزوءش انا ما فيش فرصة مستخدمها حتى في CTO you don't have to do much force انت لو هتكروس تحتار الوائر يختلف لو انت عندك رزيستنس محتاج ممكن تكون الوائر يكون الوائر اكتر يكون محتاج كاركتريستنس يكون الوائر اكتر لكن never to use force so small alternating rotations to the right and left are used وزاي ما قلنا الوائرات الكوية المفروضة عندها very good torque control free wire tip motion is very important and avoid excessive rotations with torch وضعي injection كل فترة لما تبحث الوائر ترى هو ماشي في نفس الترك لما عايزه او لا اخد اكتر من angiografic views عشان انت متطمن اخذ ذلك انت دايما في الانجو انت this is a 2d image انت going through a 3d structure بس انت شايف 2d image فانت ممكن في view حتى بانت متخلق انت ماشي صح لكن يكون حان فقط فضال الأقل علي الانجيوغافي بصائد برانش ربما تكون من المعاملين ولكن إظهار الإنجيوغافي بيوذة هي الطريقة propag بالشغيل، إظهار الإحتيار يكون المعامل الانجيوغافي بأسف Ltd. والمال. امتى هستخدم أي وير؟ لو عندي left-me-intervention هل فيه ويرز معينة في left-me-intervention؟ يجو لي هتستخدم ال... الـ الـ ويعني حتى يكون الـ صح انه يبقى عندك وير، تستخدمه في 90% من عمياتك انت تعود على الـ المتعود يسوق الـ 128 و تعود عليها و عرف امكانياتها كويس والـ اكت احسن من اللساء المرسابين والاساق sustainable انت عارف كويس الأربية و عارف امكانياتها في كل حاجة فالوير يجب أن تصحب عليه وعرف إمكانياته وعرف أن تستخدمه في معظم الانتربانشن ففي الانتربانشن سأستخدم الانتربانشن لا يوجد شيء تدعي في الانتربانشن أن أستخدم وير مخالف عمري لا أستخدم مهيدو في الانتربانشن لأنه يحتاج الديني وحكرا جدا فإذا كان الواحد هو السيارة واء رفعي Gugnese من الموجود في الوارد وقته السيارة مكانية إذا يجربوا بي امدر 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 بتاع وانتخدم سيارة فاقم فين كنوان دي ويارات بلانس ما بين ان هما مدين معقول وفي نفس الوقت وبيدوا فيها تور كنترول كويس جدا وفيها يعني فيها معظم الكاركتريستيكس مريحة لتقرس معظم الليجين لو انا عندي بيفركيشن الليجين ايه لويارات لنا احب استخدامه في البيفركيشن الليجين وسيجلين التفاصيل انت جديك شيك singal نتجب المثال لكنك السبت ما اتجابه لي فقط اتجابه ا pilot كهتر planted ماهيش قصة هنا ماهيش قصة هنا اقراص الليجين ماهيش كالصفو على ال CTO بتاعي اللي بس تتاكب في البيفركيشن الليجين زينان تساعد بيبقى فيه عندك سيستم من التو سيستم بقى جيلد يعني تحطي الستانت في المين برانش ببقى عندك وير اللي داخل السيار برانش بقى جيلد لو الواير ده هيدروفيريك وير ممكن يتسحبه يتقطع جوال كرونيس فعشان كده مش بنحب قوي نستعدم هيدروفيريك ويرز في البيفركيشن عشان القصة بتاعت الجيلد و الهيدروفيريك ويرز ممكن بتاعته بتاعته بوى كرونيس لكن المصد في الكيس البيفركيشن الليج برضو هتمشي بنفس الستراتيجي بتاعتك بنفس البيفركيشن الانتعود عليه وستخدمه في موظم الانتربانشن بتاعتك طيب لو انا عندي كالصفوائيد ليجين كالصفوائيد ليجين كالصفوائيد ليجين انا محتاج حاجة تتضفلط مش عايز حاجة تطعط كل شوية تحك جوال كرونيس ما محتاج حاجة يبقى كوتين بتاعه يبقى ايه هيدروفيريك في الحالات دي هيدروفيريك ويرز تبقى احسن بس في نفس الوقت اواخد بقى لي وانا بتعمل هيدروفيريك ويرز محتاج حاجة اواخد بقى ليجين اواخد بقى ليجين تتضيف اواخد بقى ليجين اواخد بقى ليجين اواخد بقى ليجين تتضيف نجاح اجي عند مثلا ثلاثة خمسة ميلي كده من الكيرف الاولين اللي احنا عملينه ونعمل كيرف تاني عشان تسهلك انك تدخل بجوه ودي اجزامبلز اللي تشايف هنا ده ادي سايد برانش هو. صح? ده بيفركيشن اللي يجي وانت عيس تدخل جوه لو انت عمل كيرف واحد هنا هيدخل بوسطة البرانش طب هتزوق شوية اكتر الفورس اللي انت هتعملها هتخلي الواير بعد ما انت دخل لو عملت فورس شوية كمان اللي احسف الواير ده هلا هيدخل هنا ولا هيدخل في المين برانش وطالع خلص بسطة البرانش هيحصل كده صح? عكس هنا لو انا عامل كيرف اولاني هنا وكيرف تاني هنا ادي كيرف هنا و ادي كيرف هنا صح? لما ادخل جوه سايد برانش واجي اعمل فورس الفورس بقت هنا بتزوق انا مش بزوق على الواير نفسه انا بزوق على الانجل ده فانا هتسهلي ادخل جوه السايد برانش اكتر فده ادخل جوه السايد برانش فده ادخل جوه السايد برانش موطة تانية مهمة جدا جوه السايد برانش فاوله وساعدها حسن انها جنزة السايدة الواير ده ممكن يعدي من جوه السايدة بارده مشكله انواير ده ممكن يعديلي من من وارد الاستراتس لو عدى الواير دا من وارد الاستراتس انا مش عدى اي حاجة لا اعرف عدى بلونة ولا اعرف عدى بتاع اكثر ممكن بوزر الاستنت كمان فالحل في الحالات دنيا عشان افقى متطمن ان الواير معادي مزبوط ودعم حاجز مهنوكي للتكنيجة نيجي على الطرف الاستنت ويعني تحاول انك الواير التب بتاعته تتنيه على الاستنت ويبقى ادفانس بحيث الواير يبقى داخل بجنبه يبقى داخل عامل زي لوك ويسميه لوك التكنيجة صعب او الواير يعدي بالمنظر دا وهو وانت عامل اللفه في الطرف بتاعه ويكون ماشي ويكون ماشي طب لو حصل ديسكشن انا دخلت واير وحصل ديسكشن اعمل ايه اسحب الواير خلي وار في مكانه خاص الواير ده معلمي ديسكشن فانعارف الفورس اللي الواير ماشي فيه اوكي اسيب الواير في مكانه وقوم ادفانس وار تاني طب الواير الوايرات هي تكون ميلا تصميم سوفت وار علشان اعملش ايترون حاول اخذ الوائر وزي الاساهي صوفت والوائر الاولان يكون محطوط يكون قراري معلومني المالي حصل عندي كالسفاية ديشن نسيب الوائر في الدايساكشن وبعد ذلك تقريب أن تأثير بها والقدر الأخرى عندما تؤثر على العطاق فهنا يجب أن تكون ترتع ولكن ترتع على العطاق تترتع على العطاق وترتع على العطاق و تتحب الأخرى بعد أن تتحب الواء ًا تتحب البعض هذا امرار ما فيش داخل فورس لومن مازمش ده مش يعني هو عمل ديسكشن و عادي هتقدر تتحوي بسهولة خالص بس مشكلة ان انت لو سحبت الواير لما دخلت وير تاني ممكن يتخلك تاني فورس لومن فانت عندك حاجة معلمالك الطريق الغلط خليه بقى معلمالك الطريق الغلط و دخل بقى وير تاني لما تتطمن الواير بتاعك دخل في الترول لومن بقى سحب الواير التاني دخل في فورس لومن وضبط اللاترون و هتاني جزائي بحاجة بتعمل الواير التاني دخل في الترول الكالسي فائد ليجينز الكالسي فائد ليجينز ممكن نستخدر فلوبي ويار عادي خالص بس برضو ممكن لسعيدنا ان احنا نعمل ان احنا نستخدر فلوبي ويكمان هنحتاج اكسس و سببورت بقى عشان نعرف نعمل بلون داراتيش من الدخل في سعيتنا فسعيت هتحتاج لاني لتابع عندك باكاپ سببورت لو عني طورشوس اناتومي بس البيتاني طورشوس خاص اي مشكلة طورشوس اناتومي طورشوس اناتومي فعلاً طورشوس اناتومي فعلاً طورشوس اناتومي فعلاً ان انت لو استخدمت واير ممكن يعجل بس من داكش سبورت استخدمت واير هيدروفيلك ممكن يعمل لك ديسكشن نفس الكلام هتستخدم بالوربخورس واير بتاعك عادي خالص بيات ان في ان انت ما عندكش سبورت كويس ممكن تعمل تركة تانية انك تدخل بادي واير يعني تحط واير وتحط واير تاني برا لدي عندك وايرين لما تدفنس الإيقوثل على واير وفي واير تاني من ديك سبورت ده يسميه بادي واير تكنيك ده يساعد على ان انت تدفنس الإيقوثل بتاعك اسم وممكن تستخدم وايرات ديك مور سبورت بس الوايرات ديك مور سبورت هيبقى على حساب الفلكسبيلية ممكن تعترفش تعدي بالواير فده لما تكريم في جايد الكاتل بيكم نتكلم على حاجة زي الفاينكروس اللي هي أستره رفعياء خالص ممكن تأدفنس بايت التب بتاع يعني انت عديد بواير فلاكسبيل بواير فلابي واير فيه فلكسبيلية كويسة بس مش بديك سبورت وتقوم تأدفنس عليه اللي هي الفاينكروس كاتل تبدي لغاية بتاعت خالص تسحب الواير بتاعك وتحط الواير بقى التاني اللي هو مدي سبورت كويس اللي انت مش عارف تعديه في الاول نقولنا معظم الوايرات المستهفل الواير لا يتعاون الوايرات والذي يتعاون الوايرات مميشي لدي واحدة اخرى ايضا يستخدم او انك تحط بواير تاني قرر الواير الاولين ده يساعد على تدكى التعاونس بقى التعاوني الـ CTO يعني هو ده شوية بياند السكوب بتاعنا هنا بس يعني احنا الـ CTOs الـ الستراتيجي اللي انت بتتعامل معها بتعتمد او نور ويها تستخدم بتعتمد على حجم 2 احنا في عندنا CTOs بقي فيهم Micro Channels هي انت عندك حتة signal of total occlusion لكن signal of total occlusion دي فيها channels رفايقة خالص connecting الحتة الـ Proximal و الحتة الـ Distal اللي قبله بعد total occlusion وساعات ما بيكونش فيه channels كده موجودة بيبقى فيه عندك Calcified Proximal Cap او فيه عندك ممكن فيه عندك Distal Cap لو انا عندي Micro Channels فيه حاجة فيه الـ Proximal Cap أو Distal Cap حاجة فيه عندك موجودة 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 يجب أن أدريل في الكاب لعندي محتاج أكثر سببورت ويرز مثل الميريكل سيريز بالدفرنت تيب لوتز اللي هو 3 و 6 و 12 أو الميتين أو الكونكوست برو يعني ده بشوية بياند سكوب حتى أتحب أن أتنم بالهاتف الفيلي الوير الأول و بعدها أشوف كما حصلت بياندين ؟ ببعض الأول هيدروفيلك ويرز هيدروفيلك ويرز هيدروفيلك ويرز هيدروفيلك ويرز غير مايكروت فساعدتها تيخذ المرتفع الأول وتأخذ تبتدي بياندين وإنها تبتدي بلودز قليلة ووحدة الله تعالى لو شفتوا الناس تشاعة الوصفات الكتاب مثل ساتورو يعني هو بيقوم خلص الانتربانشن ممكن استخدامه مثلا عشر اطنشر وائر ماشي قاعد يجرب ده وده ما عنداش فاخد وائر تاني ما عنداش طب حتى ده حصل من المتسكشن فامواخد وائر رابع يعني راخبها المهم يعني we have to go slow schedule procedure when you have time to do the case multiple angiographic abuse is very important مفيش مشكلة خاصة لحصل complication during the procedure لان انت ت stop and continue later on multiple factors طبعا بتساعد على successful intervention procedure وانه طبعا اهمهم the guiding catheter selection we guide wire selection زي ما شفتو في عندنا يعني 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 كم هائل من الويرات الموجودة في الماركت لكن في نفس الوقت احنا كل واحد فين لازم عنده workhorse wire اللي هو متعود عليه ويستخدمه متعود انه يستخدمه ويستخدمه ويستخدمه فلازم كل واحد يفوكس على عدد معايم الويرات وهو انه يستخدم معظم الحالات لا انا عندي حالة هنا مثلا باعفركيشن طبعا انا عندي انه يعمل ايه يحتاج سبورت اكتر باستخدمه ويستخدمه الويرات ليس شخص يفوكس بالتالي ولا ايه لا موجود ان كانت باستخدم باستخدم Taad ويستخدم